معاي اللقتي عبر زوم حاجة بيطبقى عن الاهل وعن الدوري خالص واحد من اللاعبين المهمين جدا في منتخب سيراليون الحاجي كامارا له سيبي رائع جدا وله اسم كبير مع منتخب سيراليون هو حاليا بيلعب في فريق راندرس الدنماركي بيأدي بشكل رائع جدا مع فريقه وبيأدي بشكل رائع مع منتخب بلاده يا فندم شرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جدا سؤالي الأول لك في رأيك مواجهة منتخب مصر في تصفيرات كأس العالم بالتأكيد مواجهة هتكون كبيرة وجود مصر أصلا معكم في تصفيرات كأس العالم شايفها ازاي بالطبع كلنا نعرف أن مصر هي أكبر منتخب في إفريقيا وأيضا مصر اسم كبير حول العالم كدولة ولكن الآن أعتقد أننا أعتقد أننا معنا أيضا منتخبات قوية وإثيوبيا الآن منتخب كبير أيضا سنركز الآن أمام إثيوبيا ومن ثم نفكر في مواجهة منتخب مصر نحن نتطلع لأداء كبير في هذه المواجهات عادة مباراة تصفيات طيب عادة مباراة تصفيات كأس العالم وارد فيها الحدوث هل تتوقع أن منتخب سريليون استطيع أن يعمل مفاجأة في مجموعة قوية فيها مثلا منتخب زي منتخب مصر ومنتخب بوركينة فاسو في هذه المجموعة هي كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث نحن سنأخذ الأمر مباراة بعد الأخرى سنركز على مباراة إثيوبيا وبعد ذلك مباراة مصر فأي شيء يمكن أن يحدث نحن استعدادنا جيدا سنركز فقط على الأداء الجيد وأن نحظى بالثلاث نقاط في أول مباراة وهذا محل إصرار لنا في أول مباراة عادة لما تقام قراءة تصفيات كأس العالم ينظر اللاعبين والمداربين في المنتخبات حول المجموعة الأفضل لهم هل بالنسبة لكم هذه المجموعة هي الأفضل بالنسبة لكم أم كانت مجموعة أو قراءة واجهتوا فيها سوق حظ إذا كنا نعتقد أن نحن نحن في المجموعة سنرى ففي كرة القدم لن أقول أننا كنا سيئ الحظ ولكن إذا نظرت عبر أفريقيا الآن ستجد أن كل دولة أفريقية تطورت خصوصا على مستوى كرة القدم أتذكر منذ سنوات كانت مصر أو منذ أشهر قليلة مصر خسرت أمام إثيوبيا والآن نحن في مجموعة واحدة فبالتالي نريد أن نحقق أفضل ما لدينا في هذه المجموعة لو بتابع منتخب مصر شايف من أبرز اللاعبين في منتخب مصر طبعا بجانب محمد صلاح أعتقد أن مصطفى محمد هو الآن يلعب في الدور الفرنسي هو لعب رائع مهاجم رائع أعتقد أنه واحد من أفضل اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر بعد محمد صلاح هذا هو رأيي الشخصي وأعتقد أيضا أن كل لاعب في منتخب مصر هم لاعبين رائعين بجانب محمد صلاح يساندون المنتخب بشكل يمكنك أن تجد لعبين جيدين في مصر خارج المنتخب فكل لاعبي مصر أعتقد أنهم لعبين لديهم طموح كبير هل وجدت من قبل لعبين مصريين أو لعبت مع لعبين مصريين؟ نعم لعبت أمام مصطفى محمد أمام في جالة السراي لعبت أمام مصطفى محمد وأيضا لعبت ضد الحادري أسطورة محرسة منتخب مصر في السابق في السعودية لعبت أمامه نعم سجلت في الحادري أو لا معرفتش؟ لا لعبت أمامه لعبت أمامه لعبنا معا في نفس الفريق أنا بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني على تلفزيون مصري برنامج رقم 10 الحاجي كاميرا لعب منتخب السريليوني إن شاء الله نواجهه فيه تصفيات كأس العالم وبإذن الله نتفاوح بإذن الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر